منتج موسيقى اسمه دان حياته بائسة فشل في كل حاجة منفصل عن مراته وبعيد عن بنته بيسحى كل يوم بدون امل فبينام تاني بيسحى على رسالة من مراته انها عندها شغل فلازم يروح ياخد بنته من المدرسة وهو في طريقه مش عاجبه اي حاجة من اغاني النهاردة ويقعد يدور في الراديو ويشغل استعنات عشان يدور على اغاني كلاسيكية يتعجبه لما بيروح عشان ياخد بنته من المدرسة تستغرب انه هو اللي جاي ااخدها وكمان ما يعرفش ايه بيعجب بنته فبتستغرب من شكله ورحته اللي كلهاك حل وحالته سيئة بيقف عشان يروح الشركة اللي شغال فيها بيقول لبنته ان الشركة دي كانت خرابة وهو جسل لحك العادة بيروح الاجتماع متأخر فصاحب الشركة صديقه سول ينهي الاجتماع ويقوله دان انهم زمان كانوا افضل من دلوقتي بكتير وقت الاغاني الكلاسيكية والهتمان بالكلمات وكمان كانت بفلوس اما دلوقتي بسبب اغاني المراهقين اللي بدون معنا بقت مجانية ملهاش تمن بنته بتبص على صورة لي مع صاحب الشركة سول زمان ووقت لما كان كويس صاحب سول بيقوله انهم لازم يقبوا التغيير وبسبب كده بيقرر ان دان لازم يسيب الشركة ويمشي فيقوله ان عنده مخططات كتير وهياخد لست الزباين ويمشي وكمان هياخد اللوحة بتاعته وسيسيبها عشان تقيلها ويقوله هبقى بعد حد يجي اخدها ويمشي دان بيروح الكازينة ويشرب كالعادة ومش مصدق ازاي صاحبه سول طرده فبيكلم بنته ويقولها انت مش عارف حاجة عني فتقوله ان امها بتقول دايما عنه انه فاشل ومصير للشفقة ولما بيعرف ان بنته عندها دكتور نفسي يستغرب ويقولها انت 18 سنة وكل حاجة بتمر بها طبيعي والاسف طلع مش عارف سنها الحقيقي بعد ما شرب الكاس عايز يخلي بنته تدفع ولكن معهاش فلوس فيقرر يعلمها ازاي تهرب ولما يروح البيت تقوله امها ان الاساسة قلانين على بنته انها وحيدة ومكتعبة وانها محتاجة توجيه منه وانه رامل مسؤولية كلها عليها ومش يتعرف تربيها لوحدها كمان انهم مش حاسين بيه وبينسوه بمجرد ما يمشي يتدايق ويفقد الامل ومش عارف يعاقب مين على فشله بيروح كازينه بالليل وبيسمع اغنية ولكن المرة دي عجبته جدا بتعبر عن الوحدة في مدينة نيويورك ان الناس مش عاجبهم الموسيقى بتاعتها فيقول لها ما تهتميش فبتستغرب بشكله ده المشرد ازاي يبقى منتج اغاني وبترفض عرضه فبيسيبها ويمشي ولكن يستنيها برا الكازينو ويقول لها ما يغركيش شكلي المشرد ده انا كنت مندج كبير جدا وحصلت على جوائز وانه بيفكر ينتحر ولكن لما سمع اغنياتها ردت في الروح تاني وبسبب مشاكله العاطفية حياته كمنتج اتدمرت ولما سألته عن جوائز الجرامي اللي فاز بيها قال لها انه راهنهم وباعهم عشان يسكر في الاجازة وبيقول لها انه اغنياتها حلوة بس المشكلة في شخصيتها كواحدة مش واحد وانه اهم حاجة تهتم بالمظاهرة فتقول له انه اهم حاجة الثقة بالنفس بيقول لها ما تتفحق الكاز بتاعي يبدأ يقول لها هي رايحة فين دلوقتي فتقول لها تركب الطيارة وتمشي وترجع مدينتها فيقول لها مهما حصل لها لازم تقاوم وتبدأ من جديد وتيجي شركته وتسجل استوانة تجريبية وهتتقبل هناك فبتقول له هتفكر وتشوف فتسيبه وتمشي وتروح تقعد تفكر وتسترجع زجريات حبيبها اللي سابها وانها ساعدته في كل حاجة وقلفت اغانيه وشركته الغربة وتحملت معجباته وقابلت صاحبها زمان وهي ماشي في الشارع بالصدفة بيغني ولكن للأسف ما فيش حد بيسمعه ولكنه مبسوط لانه بيعمل الحاجة اللي بيحبها بياخدها بيته ويوريها الستوديو اللي عمله بابسط الأشياء حتى سريره عمله بيده بيرجع ديف حبيبها من الشغل وبيسمعها الأغنية اللي سجلها جديد واول لما سمعتها فهمت انه عايز يسيبها وينفصل لانها بس مؤلفة ولكن مش هتشاركه في الفيديو كليب بتاعه وهيجيب واحدة تانية اجمل منها هتشاركه وسمها الفتاة المثالية وبتقرر تلم هدومها وتمشي متضايقة جدا ازاي الشهرة بتغير الناس كده يصمم يخدها بتتصل تاني يوم بدان المنتج الموسيقي وتقول له لو انت جد في عرضك فانا موافقة فيروح لمراته تشيك وياخد من عندها بدلة جديدة وياخد جريتة لصاحب سول عشان تسمعوا أغانيها وبيقول لدان انها معجبتهوش لانها مبتلئة وتصرفتها مش مصبوطة فيقول له دان اديني بس فلوس وسجل لها شريط تجريبي ويرجع له ولو فشل يمشي خالص ويفكروا يقول له انهم بيستثمروا في المواهب فقال له سول روح سجل لها وبعد كده تعلالي فبيخرج من عنده دان محبط لانه ما خدش منه فلوس ولكنه بيقول لجريتة انهم مش هيحتاجوا يأجروا ستوديو أصلا ممكن يسجلوا في الشوارع والميادين وكل حتة ومجانا حتى لو هيواجهوا الشرطة هيسعوا لحلمهم ولما عرض عليها يجيب منتج أصغر منه ترفض وانها مش تعمل كده لو كان هو المنتج بيروح الستيفو بيعمل له مستوديو متنقل في العربية بكل المعدات وهيروح كمان يجيب عازفين جتار ويجيب اتنين شباب مبتدئين وعشان معهش فلوس فيغريهم بالشهرة ويروح لعازف بيانه بتاع أطفال ويقنع برضه يسيب شغله ويجي يشتغل معاه ويفكر يطلب مساعدة عن طريق يروح لصاحب قديم ليه ويطلب موسيقيين ويوافق صاحبه المخلص بدون تردد حتى قال له هيدفعلهم هو أول تجربة ليهم في حارف شارع ولكن بسبب وجود الأطفال بتلعب فيبشرشوا على الصوت فيروح دان يعمل معهم صفقة خمس دولارات وخمس مصصات والبانة وكمان ينجح يخليهم ينضموا للفرقة ويغنوا وينجحوا في أول تجربة تاني يوم بيروح دان مع جريتا وياخد بنتهم من المدرسة ويعرفوا على جريتا وعشان تحسن لبسها يروحوا يتسوقوا ويشتروا دوم وبتتحسن علاقة بنته بيه وبجريتا وبتعرض عليها جريتا أنها تنضم حفلتهم الجاية فيدخل دان ويقنع أمها وتقوله هاتفك لما بتسأل جريتا دان ليه ما يرجعش لمراته وخصوصا أن بنته محتاجاة فيتدايق منها ويقولها أنه مش أناني ده كان متجاوز لمدة 8 سنين انفصل عنها عشان كان بيجي لحالات عصبية لدرجة أنها خططت تهرب مع واحد تاني وتسيب له هو البنت يربيها ويقول لها بعصبية أنت ما تعرفيش حاجة فبتتدايق جدا جريتا على دان خصوصا أن في شبه كبير ما بين الاتنين في الفشل فتروح تتزله ويروح ويخرجه ويعود ويسمعه أغاني ويقول لها أن كل واحد عنده مهارات وهي دي اللقلقة بتاعت الواحد وبتاعت جريتا هي الغناء لما بيروحوا لستيف بيقول لجريتا أن حبيبها الصابق ديف خد جايزة فبتحس بغضب منه لأن كل ده كان بسببها النجاح اللي فيه فتقرر تألف أغنية وتغنيها له في رسالة صوتية ويقول لها دان أنه مهم يحاول مش يعرف يسعيدها فلما يسمع ديف الأغنية يتضايق جدا ويحس بالذنب خصوصا أنه رغم نجاحه وشهرته وفلوسه ولكنه مش حاسس بالسعادة تاني يوم بيروح دان لجريتا يسجلوا أغانيهم ويكملوا ألبوهم في الميدان العام وسط الناس وفي البحر وفي المراكب وفي المترو وفي كل مكان وبتنضم مراته وبنته لحفلتهم فوق السطوح وتلاقي جريتا أن ديف رن عليها فترن عليه أنه سمع رسالتها ويقول لها أنه عايز يشوفها وهم عاملين حفيتهم بالليل في السطوح بيتعاون دان مع بنته في عصب الجتار وواحد بيخرج بيقول لهم يبطلوا ولكن ولا يهمهم بعد ما خلصوا تسجيل ألبومهم وبيلاحظ دان أن بنته بدأت تتعامل مع الناس وبتحسن لبسها وبتعيش حياتها وسنها وكمان بيرقص مع مراته فيحس أن العيلة بتاعته بدأت ترجع تاني وتتحسن بتقرر تروح جريتا لديف عشان تقابله وتلاقينا دمان على كل حاجة ولكنها ما بتتسهلش معاه وبتعد تسأل عن حبيبته ليه ما سدتش الفراغ وليه سابته وبتبدأت تسمع ألبومها مع دان ويقول لها أنه عمل شغلة عظيم وتتهم ديف أنه هو خلي الأغاني بتاعتها محرفة لأنه غنها بطريقة شعبية ويقول لها أن الناس بتحب شغلهم فتقول له ما عدا الأغنية بتاعتنا فبيقض يطلطف معاه وبيقول لها أنه مستعد يرمي ألبومه كله في المحيط عشان يرجعها ويصلح غلطته ويقول لها بعد ما سمع أغنياتها حس أنها بترجعه فتقول له أنا كان قصدا بعيدك مش قربة وتقرر تمشي فيقول لها أنه مش هتحرك من مكانه غير لما تقرر ترجع له على الأقل تيجي حفلة السبت وتسمعه وهو بيغني أغنياتها اللي ألفتها لما بيروح دان تاني يوم ياخد بنته من المدرسة ويلاقيها لابسة كويس يقول لها دي بنتي وبيديها ألبومه اللي عمله لجريتا ويقترح عليها يعملوا فرقة هما الاثنين ويخرج وينتج هو وهي نازلة الأول مرة بيقول لها بحبك بيروح دان وجريتا لسول ويديو الألبوم وقال إنه هيوافق على الألبوم فبتقول له جريتا إنه لازم ديف يرجع شغله الأول فيوافق ولما تفقوا على التكاليف إن جريتا هتاخد مكسب واحد دولار بس على استوانا فترفض بالذات إن الاستوانات ما كلفتهمش حاجة وكمان عايزة نسبة أكبر وهتوزعها على الإنترنت تمشي المتاجر فبيقرر سول يقترح يعين لها فريق متخصص يخليها نجمة كبيرة وليها عمر طويل في الغناء بعد ما خلصوا اجتماعهم مع سول وموافقته على طلباتهم بيشوفوا إنهم لازم يسفروا أوروبا بالقطر ويعودوا يغنوا هناك لأن المتعة مش في النجاح ولكن في الطريق لتحقيق النجاح وبينفصلوا خلاص وبيتمنوا يشوفوا بعضهم تاني بعد فترة وأكن النظرات بتمنعهم والذكريات بتجمعهم الاتنين كانوا مجموعة فشلة دلوقتي بقوا نجحين لما رهنوا على حلمهم بتلاقي جريتا الواصلة بتاعدان ورسالة من ديف بترجاها تروح الحفلة بتاعته وتسمع أغنيته فبعد تفكير طويلة قرر تروح هناك وتسمع ديف وهو بيغني الأغنية اللي ألفتها فبتتأثر جدا بكلامه وبتسترجع الزكريات وبيفرح جدا لما يلاقيها جات الحفلة وبتبعت لدان الواصلة بتاعته بس المرة دي هيشاركها مع مراته ويوحد عائلته تاني ومن قمة الفشل لقمة النجاح